هو الخلاف بيناتهم خلاف عقائدي خلاف فقهي اليوم سيد علي السستاني مؤمن بالديمقراطية ومؤمن بأنه يكون هو الدرع الحامي للعراق تدخل باقي الفصائل المنظوية تحت جناح مرجع ثاني يريد التدخل بالسياسة العراقية يريد التدخل بالشياس العراقي الداخلي هذا كل هذا الكلام ما يروق لسيد علي السستاني فبالتالي أصبح الخلاف بيناتهم واضح أنه سيد علي السستاني يريد عراق بدون تدخلات والفصائل الثانية تعمل لأنه تجعل التدخل الإيراني واضح بالعراق وتسيطر وتهيمن على الشعب العراقي ثم أكيد صاروا دولة داخل دولة وصارت هذه الفصائل مثل جيش تابع للدولة العميقة داخل الدولة العراقية وأصبحت تأمر وتنهي وتدخلوا بكثير من الأمور ضروا العراق بمصالح الدبلوماسية ضروا العراق بمصالح الاقتصادية وشفناهم بأكثر من مرة يهددون سفارات ويقتحموها يعني هذا أكيد هذه الفصائل التي تسلك هذا السلوك الغير وطني فبالتالي اليوم نرجع ونقول ضم الفصائل الحجة التي تابع للسيد السستاني هو تمهيد لما بعد أن يكونون تحت نظام الدولة حتى تحدد الدولة من هم الفصائل التي غير من ضوية تحتها